بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في الفيديو الثاني من ثلاثية علم الرياضيات في الفيديو الأول كنا اتكلمنا عن علم الرياضيات ونشأته وأهميته في حياتنا في الفيديو ده هنتكلم عن الأفرع الرئيسية في علم الرياضيات أهلا بكم أنا محمد سلامة ودي قناة نيكليون الرياضيات هي واحدة من العلوم الأساسية وأحيانا بتسمى لغة العلم أو لغة الكون وزيها زي أي علم أساسي الراديات بتنقسم لفروع أساسية ومنها لتشعبات أصغر التشعب ده مهم ومطلوب وضروري لحفظ تركيز وتخصص الدراسة بشكل يسهل على الدارس فهم الفرع وإدراكه تماما وبصفة عامة ممكن نقسم الراديات لفرعين رئيسيين هم الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية الرياضيات البحتة هي علم دراسة الرياضيات ولكن بدون أي أغراض تطبيقية وفيها بندرس القواعد الرياضية بتعمق رياضي بحت الرياضيات البحتة بتشمل سبع تشعبات جميلة جدا وهي الجبر، بزرية العداد، الهندسة، علم الحساب، علم التوبولوجي أو الأشكال الهندسية والتوافقيات والتحليل الرياضي الجبر ده هو واحد من أكبر فروع الرياضيات اللي فيه بنحاول نحل المعضلات الرياضية باستخدام الرموز ومعادلات الجبرية علشان نقدر نوصل لنتائج واضحة الرموز الجبرية في العادة بتتكون من حروف من الأبجاديات اللي بترمز لكميات غير محددة أو مطلوب تحددها الجبر بينقسم لخمس فروع أساسية الجبر الابتدائي، الجبر المجرد، الجبر المتقدم، الجبر التبادلي، الجبر الغطي نظرية الأعداد هي واحدة من فروع الرياضيات اللي بدأت مع نشأة الرياضيات أصلا الهدف من نظرية الأعداد هو إجاد علاقة بين الرقم الحقيقي وبين مجموعة من الأرقام الحقيقية المستوى الأساسي من النظرية دي بندرس فيها خباص الأرقام من جمع وطرح وضرب وإسمة وعلاقات رياضية مختلفة بعدين علم نظرية الأعداد تطور وقدر يوصل لعلم التشفير ونظرية الألعاب وغيرها طبعا من العلوم المتقدمة علم الهندسة هو واحد من الفروع الأولى اللي بدأت مع بداية الرياضيات هو كمان وهو العلم المسؤول عن دراسة المسافات والأشكال والإحجام والتمركزات النسبية عند الأشكال علم الحساب بقى هو العلم اللي بندرس فيه الأرقام وعلاقتهم ولكن بطريقة أكبر شوية من نظرية الأعداد وزي ما احنا عارفين أن التعاملات الأساسية بين الأرقام بتبقى جمع وطرح وضرب وإسمة لكن هنا بتدخل عمليات جديدة زي الإكسبوناتس والحدود الرياضية وعمليات التبادلية أكثر تعقيل أما بقى علم الأشكال أو الطيبولوجي هو كعلم بيتكلم عن الأشكال الهندسية ولكن من أوضاع غير مألوفة عن علم الهندسة يعني لما يجي نتكلم عن شكل معين فهنتكلم عنه من وجهة نظر التمدد أو الانكماش أو الدورانات أو حتى من زوايا مختلفة عن زوايا التصوير أو النظر الطبيعية بتاعتنا والعمليات دي بتظهر معنا في معادلات التفاضل والتكامل والأنظمة الديناميكية والأسطح المختلفة زي أسطح ريمان مثلا ومن الكلام ده بيبنلنا أن الرياضيات البحثة ممكن نديها تعريف بسيط بأنها علم دراسة المبادئ الرياضية اللي تعتمد بشكل أساسي على الرياضيات وملهاش أي ارتباط بنوع أو تدخلات أي فرع رياضي في أي علم تاني الفرع التاني الرئيسي للرياضيات بقى وهو الرياضيات التطبيقية وده الفرع اللي بنستخدم فيه الرياضيات لحل مشكلات العالم الحقيقية يعني هو ده الفرع اللي مكن البشر من أن هم يعملوا مكوك فضاء مثلا وكمبيوترات وأنظمة التنابق بالزلازل وطرق عمل الاقتصاد وابتكارات تانية كتير الرياضيات التطبيقية لها أربع فرع رئيسية وهي الإحصاء والاحتمالات، نظرية المجموعات، حساب التفاضل والتكامل وحساب المسلسات الاربع فرع دول بجانب المعرفة المتعمقة في المشكلة الأصلية بيسهلوا طرق الحل بشكل غير معقول وغير مسبوك يعني مثلا حساب التفاضل والتكامل هو العلم الرياضي المسؤول عن اكتشاف خواص التفاضل والتكامل لكل معادلة بطرق مبنية على تكبير وتصغير الفوارئ من العوامل المؤسرة على المشكلة علشان كده العلم تابه يسمى بالحساب المصغر أو المتناهي الصغر وطبعا أول من أسس قواعد هذا العلم هو العالم الشهير إسعاق نيوتن في القرن السبعة عشر زي ما تكلمنا في الفيديو الأول وطبعا بينقسم لشعبتين أساسيتين الشعبة الأولى هي حساب التفاضل والشعبة الثانية هي حساب التكامل علم الإحصاء بقى هو علم البيانات بداية من جمع البيانات وتحليلها وتفسير زواهرها وتنظمها وتحديد طرق عرضها المناسب يعني باختصار هو علم جمع واختصار البيانات العملاقة وده ينقسم للفرعين الأساسيتين الفرع الأول وهو الإحصاء الوظيفي الفرع الثاني وهو الإحصاء الاستنتاجي أما بقى علم حساب المسلسات وهو علم مبني على حساب المسلسات الموجودة في الرياضيات البحثة ولكنه متعمق في مجالات النظم والتكنولوجيا وعلوم تطوير المواد وليه تطبيقات كتير جدا 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 ودي كانت نهاية الفيديو الثاني وفيها قدرنا نوضح فروع الرياضيات الأساسية تابعنا في الفيديو الثالث اللي هنتكلم فيه عن إزاي نقدر نذاكر الرياضيات بمجهودنا الفردي بدون تدخل خارجي أتمنى يكون الفيديو ده أفادكم ولو بمعلومة أو بفكرة متنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة ولو عجبك الفيديو دوس لايك وشير وعرف غيرك بالمعلومة اللي انت عرفتها ترجمة نانسي قنقر